السلام عليكم هلي فيكم فيديو جديد خلاص انتباع النهائي لهذا القميل اقدر اقول لكم الان لا تشتري اي جهاز من انتل اذا كنت تشتري ماك لابتوبات ولا حتى اي ماك انتظر لا تشتري اذا كنت بحتاج اوكي اشتر لكن اذا كنت تشتري ماكبوك كبرو 16 انش ما في الا انتل انتظر برضه اذا تنبيه ماكبوك كبرو 13 انش او ماكبوك اير او الاي ماك اشتري على طول معالجات ارم لا تشتري انتل خلاص انتل في حياتك اذا كنت تستخدم الجزء اردل انتظر اي قد ما تقدر انتظر لا تشتري معالجة انتل الموجودة الان اشتري الجهاز الموجودة عليه الموان او انتظر الموان اكس سنة القادمة مثلا او او امتو انتظر نشوف ابرا ش تسوي سنة القادمة شو الاشياء اللي بتصير هنا الكورز اللي موجود فيه 8 او اخبار تقول لك قبل الجهاز تشتغل على 12 كورز فانتظر ش تسوي ابرا هذا الجهاز جبار هذا يكفيني طبعا راح ارفع بس الرام من 8 إلى 16 واستخدم معي هذا الان ما قوي على المكبو كوبرو 16 انش اللي عندي بالمواصبات القوية اللي عندي كل شي لكن اذا كنت جالس قبل 4 شهور على المكبو كوبرو 15 انش موديل 2012 نفس المشاكل اللي عندي هذا 16 قيقه هناك هناك يقطع فتلخراج وكل شي هنا افضل من بشي واحد ان سلاسة الفيديو افضل بكثير من ال 16 الغديم فيعتبر عندي تحديث اني كنسلت المكبو كوبرو 15 انش اللي عندي اوقفت وشريت هذا لكن لو شريت 16 انش هنا اقول لك راح يمشي معي لكن للأسف عندي مكبو كوبرو 16 انش الان ما راح استخدم هذا انا بين البين لو مثل ما قلت لكم ما شريت 16 انش البرو وجلس على الخمسة عشر وتوني مستخدم هذا اقول لكم هذا افضل من مكبو كوبرو صح انه مراوح قوية صح انه شوي يعلق كذا كنت بسوي الاخراج على دولبي فيجين فور كي ستين فريم لكن الحمدلله اني مخذ 16 رام لانه مخذ 16 رام ما يعلق راح اتواهق اوكي اوكي لا الان يمكن استخدم هذا ما بغي جهازي المكبو كوبرو 16 انش الحمدلله نسوديه كذا عشان اني ما احبه اكثر وتواهق بعدين ننتظر المداخل بالنسبة لي افضل من المداخل الموجودة في المكبو كوبرو 16 انش والمكبو كوبرو مكبو كوبرو العادي 13 انش للمعالجة ARM صح المكبو كوبرو 16 انش في اربع مداخل ثندر بولت وفي تريبوينت فايف المكبو كوبرو بأرم في مدخلين ثندر بولت وفي مدخل هدفون جاك المكبو كوير برضو مدخلين هنا مدخل هدفون جاك هذا لا في اشي ثانية في الاثرنت كابل الانترنت موجود فيه على طول تقدر تضعها هنا في HDMI معاني ما استخدمت HDMI علي استخدم HDMI انا على طول في الشاشة عندي في تندر بولت على طول في USB-A الى الان تستخدم هنا فالمداخل هذه الغديمة ما رح تجلس معاك في المستقبل مية في المية رح تتكنسل لكن مش على الامون شو يحب حبة اذا كان قوة المعالج وخلتي تستخدم اكثر في تندر بولت فمية في المية رح تزيد تندر بولت بعدين تتكنسل اشياء ثانية الHDMI يمكن تتكنسلها قبل انك تقدر تطلع مخرج HDMI من الثاندر بولت قلبه HDMI وتضع هنا او USB-C اترنت برضو يتكنسل المداخل الموجودة هنا في الجهاز هذا المدخل يقدر يعطيك كل المداخل ذي لكن كشكل الثاندر بولت لا تستخدم اثنين اذا كان لديك شاشة تدعم الثاندر بولت انا بالنسبة لي عندي ثاندر بولت اثنين لكن يضيع واحد حق الشاشة على طول لا يكون لدي الا واحد اما في الماكبوك كبر و 16 واحد ضائع للشاشة بس عندي سبيع ثلاثة عندي دانجلز هناك الجهة الثانية عندي اشياء الثانية عندي هذه القطعة سويت لكم شرح عليها مركبها ومطالع كل الأشياء المداخل اللي فيها فعندك خيار تستخدم HDMI اذا كان عندك شاشة التلفزيون او الثاندر بولت تستخدمها للشاشة ومدخل الثاني تطلع على حق دانجل تستخدمها للشاشة الثانية هذا في المستقبل لكن الان مرتاح بالمداخل ذي كلها الجهاز هذا مثل ما قلت لكم طبع على الحق الألعاب اللي تكلمت لكم معه هذا الجهاز بسبعمائة دورة ثمانية جيمة آيفون 12 مني فللبيت حلو لأولادك في البيت كلهم تحط لهم شاشة وطاولة وتحطها في الصالة كده يكون عندك بروفايل وعيش دراسة موجود كل شيء موجود ما راح يقول لك أي شيء الجهاز أفضل ما تشتريهم لابتوب ويتنقلون فيه ومدري شون في الدراسة عندك ذلك الجهاز على طاولة وانت تشوفهم في الصالة وكل شيء يستخدمونه كل واحد بالدور مثلاً على الدور ما راح يحركون لكن أفضل والجهاز ما راح يحركون ويتنقلون فيه تخب من يكسرونه أو عندهم آيباد وهذا بحسبة ثانية أنا بدأت أحبه أنا أفكر في المستقبل أبل لازم تسوي شيء جديد فيه طبعاً القطعة الكبيرة اللي بيكلمني هذه المروحة من خروج الهواء اللي ما يطلع من هواء أصلاً لأن مراوح ما يشتغل تدافق العالي أنا في المستقبل أرى أن أبل لازم تشوف الحل يعني الجهاز جبار صح لكن المساثة الفاضية هنا مروحة كبيرة وهنا بس القطعة السودية اللي بتطلعها هي مشبوك فيها الماذربورد وفيها كل شيء هنا وهنا مروحة كبيرة مع هيتسينكز هنا بس الجهاز اللي فاضي هنا عندها خيارين أبل ولازم تسوي واحد بينهم يكون أفضل الخيار الأول تسقر الجهاز يكون نفس الابلتي في حجمة نقدر نقول كده راح يكون حجمة عندها مساحة وابلتي تقدر تسوي ذ الشيء أو تخلي نفس كده وتزيد فيه أشياء تشوف مواصبات في ال M2 مثلاً M2X قدام يعني تحط فيه أشياء نفس الموجودة في الإيماك برو إذا نزلتها معالجة R المسافة الفاضية تقدرون تقوونه تحطونه أشياء قطعة ما دل مدري كيف لكن تسوون ذ الشيء يكون جهاز ماك ميني صغير مثلاً أو نفس الحجم إذا كنت مدري تسوي شيء ثاني إن الحجم لا أحد سيتكلم عنه صح أنه فاضي من الداخل لكن هذا يعتبر ديسكتوب يعني مدري ديسكتوب بتحديد ديسكتوب إنك بترمية ما راح تستخدم ما راح تسوي فيه أي شيء ما راح تمشي فيه إنه كبير ثقيل لا نشوف ماك ميني وبرضو نسخة ثانية كبيرة في الأشياء تسميه ماك ميني برو أنا راح أشتري على طوب إذا نزلت ماك ميني برو مواصبات الداخلية أقوى مراوح ممتاز المروحة اللي فيها مدري تحط مروحة ثانية تطلع في الجم والمروحة نفسها راح تكفي وتوفي نشوف قدام ما تسوي ففي نهاية الفيديو مثل ما قلت لكم أبل اللعبت في الحسبة اللعبت في السوق الكمبيوترات في كل شيء يعني هذا المثل اللي ينطبق على أجهزة أبله الآن مع الجتار إذا راح تشتري واندوز مثلا بي سي عندك خيرين تقدر تأخذ جهاز جبار وقوي وقالي وتبيع مثلا كليتك عشان تشتريه وتقدر تأخذ بي سي أردة من اللابتوب في الاستخدام عندك الخيرين في البي سي هنا لا خلاص أبل يعني سكرت كل شيء هذا اللي عندي ترى أرداشي هذا أقل المواصفات هذا الجهاز اللي سويت فيه إخراجي فوركيس 60 فريم في الفيديوهات اللي راحت ولعبنا فيه هذا أقل شيء يعني خلاص أبل ما في أردة من الشيء أقل المواصفات معالجة أبل هذا هو فتحة الباب فما راح تحتار ذا المواصفات اللي موجودة هذا فتحة الباب 800 وشوي دولار على حسب الذاكرة اللي بتاخذها تخزين يعتبر ممتاز أبل لحين خلاص أي واحد يبيشتري جهاز إلا ما تعرف مواصفات اشتر أي ماك موجود في السوق إذا أنت ما تعرف المواصفات فأنت ما راح تلعب فيها ما راح تسوي الأشياء إذا تلعب راح تعرف المواصفات راح ترفع وتتنزل تأخذ رامعة ولو شيء لكن ما تعرف يعني باخذ حق دراسة تصفح كتابة أخذ أي شيء موجود في السوق راح يشتغل معالجة أرب أي شيء موجود راح يكون عندك ممتاز وأكثر مما تحتاجه فيه سبيكر يعني تشتري مونيتور أو شاشة ما فيها سبيكر وانت من النوع بس أبي أسمع الصوت بس صوت ينسمع سبيكر حقه ممتاز لحق الشخص اللي ما يبي الصوت عالي بس أسمع الصوت اللي ينفهم بس يمشي معاك فيه فئة من الناس راح يكفيهم السبيكر اللي موجود فيه أنا قاعد أفكر اني اشتري للوالد إن شاء الله ما يشوف الفيديو هذا إن شاء الله ما يشوفه ولا أحد يروح يقول له اني اشتري للوالد هذا الجهاز يكفي أبوي يعني الصوت اللي موجود فيه ممتاز عنده عندك مكتب ما دخلت لحق العائلة كلها حين أنا بزنس عندك مكتب عقار مكتب شيء ليش تشتري شيء صندوق الكبير عشان تفتح متصفح ولا تفتح مواقع الدوار الحكومية مخلص ولا شيء عندك هذا الجهاز في كل شيء تبيع هذا الجهاز تقدر تحمل برامج الايفون اللي عندك يعني عادي تحمل ابشر في المستقبل وتستخدمه يعني أي شيء في الايفون راح ينزل هنا كبرامج أو أي شيء في الايباد راح ينزل هنا مش كلهم الواتساب الان ما ينزل السناب شات تقدر تنزله بطريقة ثانية بس ما راح تكلم لكم عنها لنتعلق وما راح يشونه أي شركة سابشات بطريقة تنزله لكن تقدر تسحبه من الايفون بطريقة وتنزله هنا و راح يسوي كراش إلى الآن ما يشتغل عدل لكن تقدر تنزله بما أن المعالج الارم هنا وهنا معالج ارم وهنا مبني على الايفون البرنامج وهنا يشتغل نفس الشيء منظومة تقبل كلها نفس الشيء فتقدر تنزله حتى الواتساب تقدر تلفها وتنزله في المستقبل برنامج الاستقرام نفسي ينزل طريقة مثل ما قلت لكم قير قانونية ولا راح يشرحها ولا احد يجيلي آسف يمكن تلقوها في الانترنت فبرامجك اللي وجود كلها في سوي قدرت تنزله هنا جهازك هذا اللي بتشغله في المكتب حقك توقع انه بيخلص عقد لأجار المكتب نفسه عندك عندك ان عندك مكتم والجهاز شقر زي الحلاو الحلو فيه ان كل ملفاتك الدوار الحكومية تقدر تخليها في الاي كلاود أي شيء ملفات بدي اف وكل شيء تحطها في الاي كلاود يرتفع عندك تروح البيت تحتاج شيء عندك اي ماك ميني في البيت او في الايفون حق اللي تفتح الملفات وتشوف كل شيء ترجع ملفاتك هنا موجودة وتشتغل عليها في المكتب كل شيء فيه الجهاز هذا هذا مستقبل التغنية هذا مستقبل اللابتوبات طبعا انتو طلعونا ان كجهاز اي ماك ميني انا طلع كلابتوب ماكبوك اير كلابتوب ماكبوك برو 13 انش كاي ماك ميني كلهم نفس المنظومة كلهم نفس الاداء قبل ما غيرت شيء المعالج هذا والقوة هذه هي موجودة في المكبوك برو 13 انش كلهم نفس الشيء هناك تنقل وهنا مكتب فجهاز جبار لا تشتري لي جهاز كبير تضع يم الشاشة عندك او تحت مثلا وتدف فيه بالصوت ولا تضع بعض الاشخاص يضع يم الشاشة عندها في الجم اللي انا ادخله اشوف الشخص اللي جالس عليه مايبين وجه من كبرو السمدوق هذا تحت الشاشة عندك جمال عندك برضو الشكل في المكتب عندك او تضع تحت تخبي مثلا اذا كان الموظف اللي يمك او شايف المكتب مايحب ابل ويكره يمكنك ان شاف العلامة خبي تحت اوكي بصلى عينيك هذا الشكل لا تخلي يجي يشوف ففي نهاية الفيديو توقع عني لميت بكل شيء جهاز جبار تبيت تلعب على لعب خفيفة وممتازة لعب متوسطة ممتازة فورتنايت يشتغل عندك على 1080 مثل ما شفت الراحة اكثر من 1080 على اداء متوسط كده ممتاز تشكل كل شيء جهاز مافي اي عيب هدفت تحت الباب هذا يعتبر اقل اداء عند ابل الآن هذا اقل شيء تقدر تسوي الاشياء ذا كلها فبس ففي نهاية الفيديو رو تنسونا اشتراك في الغناة واشتراك في حسابي سابت شات شارك بضبطكم وعمل لك المقطع من اشر المقطع ولا تنسوني من فضل باعاكم السلام عليكم اشتركوا في القناة